الآن سنكرم لاعب حمل الجزائر في قلبه جاء إلى المنتخب فقلنا بأنه الميستر والفنان الذي انتظرنا لسنوات أول ظهور له بملعب خمسة جوليا جعل كل الجزائر وكل الجزائريين يقولون بأننا كسبنا لاعبا كبيرا بدأت أحلامنا تكبر مع ذا اللعب ذهبنا إلى أنغولا فكان المحرك في الوسط والكل يتذكر مباراة كوديفوار تمنينا في المونديال ولكن الأسف لم يكن حاضرا معنا لأن لعنة الإصابة لحقته بعد كل هذا الكلام أعتقد بأنكم أدركتم جميعا بأني أعني الفنان والميستر مراد مغني لنشاهد سويا هذا الفيتيار يزيد عن صور وإبداعات مراد مغني وبعد ذلك نعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فوق قارضية الميدان في تربو السويسرا الكثير بكى من دون أن تلتقطوا عدسات الكاميرا يعني التقطت فقط دموع المدرب ربح سعدان ولكن في الخفاء بكى الكثير لأنهم يدركون بأنهم افتقدوا لفنان ولشخص متواضع خلال المونديال طبعا سنطلب من السيدة ربح سعدان الصعود ليكرم اللاعب بعد أن بكى من أجلي في سويسرا واليوم سيكرمه ليحفزه على المستقبل ولكن سيرفقه لاعب سبق وأنعان من نفس وضعية مراد مغني أصيب إصابة خطيرة يملك الكثير من أو يتقاسمان الكثير من المواصفات أقصد بذلك الأخضر باللومة وحديث مناة من المعنى من المواصفات وحديث ربح سعدان وقفتر من سيكرة من المعنى من المواصفات ربح سعدان يجب أن يكون لفعجة مراد 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 طبعا الميكروفون من أجل كلمة من مراد مغني طبعا المنزل 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة